السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رأيه هذه الحرفة السقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاء الميرونة والمسلمون الأعزاء ورحبكم ترحيبنا هاران وواملكم تانية مباركة ووحييكم بتحية الإسلام الغالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون القرام أمد أمامكم لأن ألقي كلمة واجيزة مهمة حول موزوع نواقذ الإيمان أيها الإخوة الأفضل إن الإنسان إذا أسلم وآمن إيمانا غالصا ليس له أن يخرج فيه منه أو يحدث فيه حدثا باطل المكفرات فإن الإيمان له نواقذ مدرة فإن صدرت منه شيء من تلك النواقذ المدرة خوابة وغسرة وكان من المنتدين فعلينا أن نتعلم تلك النواقذ المدرة العشرة الأول الشرك في حبث الله قال الله تعالى إن الله لا يكفر ويشك فيه ويكفر ما دون ذلك لم يشار وقال تعالى إنه من يشك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوه النار وما للظالمين من أنصار ومن ذلك دعاء الأموات والاستوازة بهم والنذر والذبح لهم الثاني ما انجعل بينهم وبين الله وسير رعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفره جماعا الثالث ما لم يكفر المشركين أو شك فيه كفرهم أو صحيا ماذا بهم كفر الرابع من يعتقد أنه دوار النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفدلون على حكمه كالذين يفدلون حكم التواغذ على حكمه فهو كافر الغامس من أغض شيئا مما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر لقالي تعالى ذلك بأن مكره ما ينزل الله فاحبد أعمالهم الثالث من استاذى بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو سوابه أو عقابه كفر والدليل الغال تعالى كل بالله وآياتي ورسوله يكونوا تستاذئون السابع السحر ومن الصرف ولا عطف فأنفع له وردي به كفر والدليل الغالي تعالى وما يعلمان من عدن حتى يقول إنما نحن فتة فلا تكفر الثامن مدارة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل الغالي تعالى ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدل قوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس يحسروا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر والدليل قال تعالى ومن يبتغير الاستمدين فلن يقول منه هو في الأغراج من الخاسرين العاشر الإعراج عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قال تعالى ومن أظلم من ذكر بآية ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين المنتقمون أخيرا أقول لكم إنه لا فرق في جميع في جميع هذه النواقذ بين الهازر والجاد والغائف إلا المكره وكلها من أعذب ما يكون غطرا وأكثر ما يكون هكوعا فينبغي للمسلمين أن يحضرها ويغاف منها نعوذ بالله من مجبات غضبه وأليمه الضابي وصلى الله على خير غلقه محمده وعلى أهله وصحبه وسلم مع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته